فاني مثلاً كابتا حسن بدري أكيد قاري مجموعة بتاعته كويس جداً سواء ليبيا أو أنجولا أو جابون هو عارف هو المباراة ديت هو محتاج فيها سرعات محتاج مهارة محتاج نواح دفاعية يعني خاصة في المباراة اللي هي زي ليبيا مثلاً بره محتاج فيها شوية نواح دفاعية وسرعات بشوف أنه هو اختياراته للتيم اللي موجود معه والعاصر اللي موجودة معه دلوقتي هو قاري الثلاث منتخبات بناء عليه هو مختار اللعيبة اللي هو هيلعب بها في كل مباراة ممكن نلاقي بكرة في اختلاف التشكيل ممكن نلاقي مباراة ليبيا بره في اختلاف التشكيل فهو دارس أكيد الفرق دي كويس جداً بشوف أن اللعيبة اللي معاه المجموعة اللي معاه كلها المتواكد دلوقتي هم قادرين أنهم يخلوا منتخب مصر صورته أفضل من السنين اللي فاتت مفيش لعيبة لفتت نظر كابتن محمود أو أنت قلت إزاي اللعيبة دي أو الأسماء دي ما راحتش منتخب مع كابتن حسام لأ أنا بشوف أنهم يعني دولت أفضل أفضل مجموعة ممكن تستحك أن هي كون متواجدة الفترة دي هتفي منتخب مصر كل التوفيق لمنتخبنا بكرة إن شاء الله ما بيتهقليش أنه في مصري النهاردة ما بيحلمش أنه هو يوصل كاس العالم وشايف أنه المجموعة بتاعتنا بتقول أنه الطبيعي والمنطقي أنه إحنا نوصل أتمنى إن شاء الله أنه الأداء يتطور في الفترة اللي جاية أعتقد صلاح هيبقى قوى ضربة بكرة أكيد طبعا فنتمنى إن شاء الله التوفيق وإن كان المباراة صعبة أنا بشوف كل مطشطنا اللي برة هتبقى ممطشط صعبة وكاس العالم دايما في حد ذاته تهلي الطموح أكيد ما يهاش مقريس أكيد